أكثر من مليون ونصف المليون شخص تابعوا المحادثة التي طال انتظارها على منصة أكس بين المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب والملياردير أيلون ماسك تبادل فيها الرجلان الثريان على مدى ساعتين نقاشا لا يمكن وصفه بالتحدي بل بدى وكأنه دردش بين صديقين قديمين الهلاقة بين ترامب وماسك لم تكن جيدة إلى أن أعلن ماسك تأييده لترامب بعد تعرضه لمحاولة اغتيال في الشهر الماضي تطرق الرجلان إلى مجموعة من القضايا من محاولة اغتيال اغتيال ترامب إلى رغبته في أن تحصل الولايات المتحدة على نظام رفاع صاروخي القبة الحديدية مثل ذلك الموجود في إسرائيل بالإضافة إلى الهجرة وهو أمر أساسي في حاملة ترامب وأيضا إلى شخصية المرشحة الديمقراطية كامالا هارس وللحرب بين روسيا وأوكرانيا فقال إنه صديق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والكلام هنا لترامب وأيضا لرئيس كوريا الشمالية وقال لو كان رئيسا الولايات المتحدة لما قامت الحرب بين أوكرانيا وروسيا مواصل بحراء صفاء Blendين والكامل مواصل أعرف كل ينزل أترامب أميلاً معهم أترامب أميلاً معهم تسعيل أميلاً uhm الديناء أترامب أميلاً معهم لتسعيل أميلاً معهم ولكنني أترامبواه مخصص أنه منا وأنت أترامباً مؤمن مؤمن يندينا مكتب قليلاً وكان يسعى لا تفعل هذا شكك ترامب في شرعية ترشيح كامالا هاريس ووصفها بأنها مرشحة اليسار المتطرف في وقت يجد صعوبة في التصدي لموجة الحماسة العارمة التي أثارتها هاريس منذ دخولها للحملة لكن لو تنفقت لها، يجب أن تكون رأسك بكثيراً ورأيتها اليوم نحن نرى رؤية ترامبات التي ترونها أن تتوقعوا رأسك بكثيراً من مجردين من مجردين من مجردين من راكتين بدأت المقابلة بين الرجلين بعد تأخير 40 دقيقة بسبب مشكلات فنية لكن إيلون ماسك قال أنها بسبب هجوم إلكتروني ضخم حجب الخدمة يقول المحللون أن إيلون ماسك مهتم بوصول ترامب إلى سدة الرئاسة بسبب اهتمامه ودعمه للذكاء الاصطناعي وتركيزه على أولويات الأمن القومي للذكاء الاصطناعي نظراً للتنافس مع الصين وأيضاً المستثمرون الذين دعوا محملة ترامب مهتمون بسياسته التي سينتهجها بما يخص الذكاء الاصطناعي على منصة أكس نشر العديد من المعلقين من العالم العربي تعليقات والرأي بالمحادثة بين ترامب وماسك مثلاً هنا يقول الجميل في المقابلة هنا تدوينة عبدالله بن عبدالعزيز الجميل في المقابلة أن ترامب وماسك كل منهما قائد نرجسي ويرى نفسه شخصاً خارقاً في قانون الفيزياء ما يمشي معه ترامب يقول لماسك هل تطلب مني أن أدفع لك مقابل هذا اللقاء اثنين هم زاحفين ماسك يحضر نفسه سياسياً طبعاً يحضر لنفسه سياسياً ويطمع بالمشاركة مع فريق ترامب بعد انتخابه عادل العسيري يقول أبو إفانكا عنيد لكن بيخسر وأنا سبق قلتها قبل ثلاث سببير راح يتنازل بايدن عند الترشح الديمقراطيون يدعمون هارس وتفوز راح نرجع للتغريدة هذه سنرجع لهذه التغريدة ربما عربي أمريكي ماسك صوت لأوباما لأنه دعمه بخفض ضريبي وساعده في إعطاء الملايين للعقود الحكومية حتى يصنع سياراته الكهربائية لما بايدن منع استيراد المواد الخامل لصناعة البطاريات من الدول التي تستخدم الأطفال القاصرين بالعمل حول لدعم ترامب ماسك حال حال أغلب الأغنياء يركض وراء مصلحته إذن مشاهدين نجمة تقول في هذه التدغريدة سمعت لقاء ترامب وإلو الماسك الحقيقة أن ترامب فعليا يبغي مصلحته مصلحت بلده ورجحها عظيمة مثل ما قبل أتمنى يفوز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر